السلام عليكم ورحمة الله وبركاته سعيد بلقائكم جميعاً أينما كنتم في هذه الحلقة الجديدة بداية أتمنى لكم جمعة مباركة طيبة على جميع المسلمين في البداية فقط أبشركم أنه تم الرد على جميع الرسائل على الإنستغرام طبعاً ليس لوحدي بل بمساعدة الأخت فاطمة هي التي قامت بمساعدتي في الرد على جميع الرسائل العالقة الآن كأننا سوف نبدأ صفحة جديدة والآن سوف أحاول أن أجيب على الأسئلة دون تركها تتراكم لأن هذا هو المشكلة التي وقعت فيها ولكن كان الأمر خارجاً إرادتي طبعاً الذين يتابعونني يعرفون جيداً الذي حدث فكانت ظروف صحية قاهرة هي التي جعلتني لا أجيب لمدة طويلة فتراكمت الأسئلة ولم أستطيع الإجابة عليها الآن حالياً تم الرد على جميع الأسئلة طبعاً مع العلم أن عندما نقول تم الرد على جميع الأسئلة على الأسئلة الضرورية أما الأشخاص الذين ربما يطرحون بعض الأسئلة التي هي ربما هذه نيتهم عن حسن نية أنا دائماً أفترض جدلاً عن حسن النية ولكن أسئلة ليست في المستوى طبعاً إما تم إخبارهم بأن السؤال ليس في محله أو ربما تم تجاهل السؤال بشكل مطلق المهم أنت إذا كان عندك السؤال ما ولم يتم الجواب عليه فأعيد كتابته من جديد أو أكتب نقطة في الرسالة لكي تسعد الرسالة من جديد ويتم الجواب عليه وطبعاً كل هذا أقوم به فقط لعيونكم ليس لأي شيء ليس لأي سبب فقط لعيونكم أنا هنا أساعدكم أتبادل معكم خبرتي وتجاربي أنتم كذلك تدعمونني على طريق اللايك والشير والسبسكرايب في القناة وطبعاً هنا نكون قد حققنا فريقاً متكاملاً أنتم تدعمونني وأنا كذلك بدوري لا أقصر في التعاون معكم والإجابة على سلتكم واستفسارتكم هذا كل ما في الأمر لا أريد الإطار أكثر في المقدمة دعونا ندخل في تفاصيل موضوع حلقتنا لهذا اليوم بداية وقبل كل شيء لا بد إذا كنت تعمل في أمازون كدبي بدون شك أنك لا شك أنك قد تكون قد لحظت بعض نوعية من الكتب وتسألت كيف يتم صناعتها نتكلم هنا عن .to.to مما أن .to.to هي طبعاً سل بسهم عفواً ليس سل بسهم ولكن سل نقطة بنقطة يعني اربط نقطة بنقطة هذه النوعية من الكتب دعونا أعطيكم أمثلة لكي تتأكدون أو لكي تفهمون عن ماذا نتكلم بالضبط إذا كما تلاحظون هذه .to.to يعني سل نقطة بنقطة هذا فقط مثال طبعاً هناك أمثلة عديدة جداً يعني يمكن الاشتغال على هذا النتش أول في الحقيقة هذا ليس نتش هذا نوع من أنواع الكتب أتمنى أن يكون شرح مفهوم وأن تستوعب هذه المصطلحات لأن هناك فرق ما بين النتش وما بين نوع الكتاب هذه يمكننا إدراجها في نوع الكتاب وليس في النتش النتش شيء آخر تماماً ما معنى هذا الأمر؟ معناه هذا النوع من أنواع الكتب يمكن الاشتغال فيه في أكثر من نتش في مئات إن لم أقل ألافاً نتش تماماً مثل ما يوجد الكولورينج بوك العادي الذي عبارة عن رسومات يتم تلوينه ويمكن أو في نفس هذا النوع العادي من الكتب الذي وكما قلنا كتب يعني فيه رسومات قابلة لتلوين يمكن الاشتغال فيه على عدة نتش تماماً مثل هذا النوع الذي نتكلم عنه في هذه الحلقة وهو .to.to.to الذي كذلك هو نوع من نوع الكتب الذي يمكن الاشتغال فيه في أكثر من نوع أو في أكثر من نتش طبعاً ربما الملاحظة أو الملاحظة أن هناك أشخاص كثرة تسألون كيف نقوم بإنجاز هذه الكتب لأن هذا الأنتيريور نادر جداً ليس منتشر بكثرة مثل الكتب العادي الخاصة بالكولورينج بوك وكذلك الدكار الاصطناعي لا يستطيع توليده يعني في السيغة النهائية طبعاً ولكن يمكن توليده نصفه والعمل عليه بشكل مانيولي في النصف الآخر طبعاً كل هذا سوف نراه بعد قليل بالتفاصيل المملة إذن هذه الإشكاليات التي تواجه الناس تواجه أولاً كما قلت على مستوى الإنتيريور على مستوى المحتوى من أين سوف نحصل عليه لأن غالبيت الأشخاص الذين يشتغلون على هذا النتش عفواً على هذا النوع يعني هم ينقسمون إلى إثنان بعضهم يقوموا بالدفع لفريلانسر على فايفر وبالمناسبة أن أشغل على هذا النوع في فايفر وفيه فرصة جيدة جداً لمن أرد الاشتغال عليه يعني هناك نوع هذه فئة وهناك فئة أخرى وهم الذين يقومون بالعمل عليه بشكل يعني مانيولي وطماماً هذا الذي سوف أشرح لكم في هذه الحلقة يعني هناك فقط فئتان لا يوجد ثالث لهم وهناك فئة ثالثة عفواً هناك فئة ثالثة ولكن هي نوعاً ما لا أنصح بها وسوف أخبركم لماذا وهي الفئة التي تقوم بالدهاب إلى بلاتفورمز يعني منصات فيها صور يعني منصات تحميل الصور مثلاً كيات الفابريكا ويقومون بشرائها يعني يشتركون سواء في العرض الشهري أو السنوي ويحصلون على هذا الانتريور ويقومون باستعماله وطبعاً هذا خطير جداً على الحساب لأن كما قلت الكونتنت قليل فبالتالي عدد كثير من الأشخاص يستعملون له فبالتالي إمكانية وقوع المشاكل واردة جداً خاصة أنه ليس فيه إمكانيات التعديل يعني ليس فيه إمكانيات التعديل هذا هو المشكل فبالتالي يا إما أنت كشخص تريد العمل على هذا النوع من الكتب يا إما تقوم بالدفع لفريلانسر هو يقوم لك بالعمل هذه الجهة أما أو تقوم أنت بصناعته بنفسك وهذا الذي أنصح به أنا أصلاً أما الفئة الثالثة وهي الحصول عليه من كرياتيف فابريكا أو غيرها من منصات تحميل الصمور فلا أنصح بذلك لماذا نشتغل على هذا النوع من الكتب بكل بساطة لأنه فيه الكمبيتيشن منخفضة جداً هنا طبعاً connect the dots طبعاً نفس الشيء connect the dots أو dot to dot نفس الشيء إذا فقط يبقى على مستوى الاسيو وكيف يتلعب به فمثلاً هنا عندما نبحث على هذه الكلمة كما نجد 427 في الريزوت فقط ما العلم أنه لو قمنا بالبحث عن كم عدد أشخاص الذين يبحثون عن هذه الكلمة دعونا نرى طبعاً هنا connect the dots coloring book لا هذا ليس له معنى دعونا نبحث عن الذي فيه animals أو الذي فيه عفواً monsters دعونا نرى هل يوجد أم لا يوجد نعم يوجد ولكن هذا خاص بالدينوزور ولكن سوف نطبق عليه الشرح بدا قليل هنا كم عندي؟ عندي 1096 دعونا نقوم بأخذ الكلمة كاملة ثم نبحث عنها ونرى إذا فقط 114 هنا نرى بعض أشخاص قاموا بعمل sponsored والكتاب يعني أصلاً أخذ رانك رائع جداً في بعض المرات سوف نقول لا بأس نفتح حقها بسبسيط في بعض المرات نجد مثلاً هذا الكتاب إذا لاحظنا فهو sponsored يعني صاحبه قام بعمله إعلان ممول وفي نفس الوقت نجده هنا في المرتبة الأولى يعني في الريزونت هذا ما معنى هذا الأمر؟ معناه أن صاحب هذا الكتاب يعني نجح في الدعاية نجح في الدعاية لكتابه والآن يستطيع إيقاف الإعلان أو يستطيع خفض يعني البيد إلى أقصى ما يمكن حتى تصبح الحمل الإعلانية تشتغل بالفوتات بالسنتات بصفر فاصلة صفر كذا هذا الكتاب نفس الشيء أربعة تقييمات على مستوى بسل رانك طبعاً هذا الكتاب فيه مليون على مستوى بسل رانك مليون وثمانمائة هنا هذا تقريباً ألوى نفس الكتاب أم لا؟ آآ نعم هذا سبونسور نفس الكتاب ما العلم؟ هذا هذا فقط نيتش هنا لا أقول لكم اشتغلوا على الدين والظهور ولكن أقول لك سوف تجد أفكار طبعاً إذا كنتم مهتمين أضع لكم في الحلقات القادمة نيتشات جاهزة للإشتغال لأن غرضنا في هذه الحلقة هو معرفة النوع وليس النيتش وكذلك معرفة كيفية التصميم هذا هو ما يهمون في هذه الحلقة أما حلقة نيتشات الخاصة بهذا النوع من الكتب إذا كنتم مهتمين أضع لكم في حلقة أخرى المهم لكي لا تكون الحلقة طويلة دعونا ننتقل مباشرة إلى سور الموضوع كنت أريد الاشتغال بفوتو فيلتر لكن وجدت أن فوتو فيلتر صراحة نوعاً ما لن يساعدنا في العمل فبالتالي تركت فوتو فيلتر وسوف نشتغل بفوتوبيا طبعاً أنا عندي عندي الفوتوشوب عندي جميع برامج العظوبي موجودة ولكن لا أريد الاشتغال بها لماذا؟ لأنني أعرف ليس الكل منكم لديه برامج العظوبي فبالتالي فوتوبيا هي مجانية مئة في المئة يمكن لأي شخص اشتغال بها حتى لو كان حسبك ضعف أو حتى لو كنت تشتغل مثلاً من الطابلت فلا يوجد أي مشكل في ذلك فبالتالي سوف نشتغل بالفوتوبيا أفضل إذن ما المطلوب؟ المطلوب هو تجهيز مجموعة من الصور العادية التي نقوم بإنجازها عن طريق الذكاء الصناعي وليكن مثلاً فوكس فيرجين فور التي تكلمنا عنها في الحلقة الماضية ورأينا كيف هي قوتها في توليد الصور يمكنكم الاشتغال بها أنا جهزت مجموعة من الصور مسبقاً قمت بإنجازها عن طريقي فوكس فيرجين فور طبعاً لمن لا لم يحصل بعض على فوكس فيرجين فور فقط يذهب إلى اليوتيوب وقوم بالبحث عن دعوني أريكم قوم فقط بالبحث عن فيفور هكذا وسوف تجد الحلقة سوف تظهر لك هنا آخر نسخة من الفوكس فيفور كولاب تقوم بالدخول إلى أول مشاهدتها ومعرفة كيفية تشغيلها وكيفية استعمالها حسناً إذن عندنا الصور جاهزة عندنا كل شيء جاهز سوف نستعمل فوتوبيا الآن تابع معي الشرح لأن مثل هذه الشروحات لمن لا يعرف فهذه الشروحات الغرض منها هو اختصار الوقت ما معنى اختصار الوقت يعني عوضاً تبحث هنا وهناك وكذا وقد ربما تجد طريقة تشتغل بها لشهور وفي النهاية تكتشف أنها طريقة ملتوية لتفادي كل هذا الأمر أنا أعطيك الطريقة الصحيحة مباشرة يعني تذهب وتشتغل مباشرة لا تبحث هنا وهناك وتكثر الكلام وأعطيك أفضل طريقة مجربة من طرفي لماذا؟ لأن هذا هو مجالي لأن هذا هو عملي أنا ليس عندي عمل غير العمل على الانتلت وبالضبط في هذه المجالات التي أشرح لكم في Plant on Demand وفي مجالات أخرى لم أشارك معكم بعد قادم وقتها إن شاء الله إذن هذه هي الصور التي حصلت عليها سوف نقوم إذن بالاشتغال عليها إذن ماذا سوف نفعل؟ سوف نتجه مباشرة إلى Photopia نذهب إلى File ثم نضغط على Open أو اضغط على Ctrl O مباشرة نفس الشيء حسناً لنبدأ بالصورة الأولى هذه الصورة الأولى والآن تابع معي جيداً طبعاً هذه الإشارات المزعجة مع الأسف نستطيع إغلاقها ولكن أعتقد لا يمكن الاستفادة من مكانها ولكن كما قلت Photopia الجميل والرائع فيها أنها مجانية هذا هو الجميل والرائع For Free 100% إذن ماذا سوف تفعل؟ تابع مع الشرح جيداً بالمناسبة لمن يشتغل في Photoshop فسوف يسهل عليه التتبع المراحل لمن لم يشتغل قط بالPhotoshop قد تبدو له هذه المراحل الصعبة ولكن لا تقلقوا الأمر عادي لا تقلقوا إذن ماذا سوف نفعل؟ سوف نقوم بالضغط على هذا الخيار هنا في الأسفل لا أدل هل هو متضح أم لا؟ وبالمناسبة يسمى New Layer موجود كذلك في Photoshop في هذا الشكل ثم نأتي إلى هذه الأسفل من المفترض أن يوجد هذا هو هذا البروش قم بالضغط هنا على هذا الخيار واختر هذه الأسفل ثم تجده By Default 15 أنت أعطيها 20 حاول أن تعطيها 20 بالضبط قم بكتابتها لكي لا تختلط عليك الأمور وكذا 20 ثم بعد ذلك اضغط على Enter ثم لا أعطيها أكثر أعطيها مثلاً 24 أفضل 24 ثم Enter نعم يبدو طبعاً هذا الرقم يتغير على حسب الصورة التي عندك مثلاً على ما يبدو أنه أكثر تحتاج إلى 30 لأن الخط الخاص بالصورة التي عندي رقيق فبالتالي أحتاج إلى عطائها رقم أكبر إذن سوف أعطيها رقم 30 و سوف أرى يعني عيني ميزاني كما نقول بالدريجة المغربية نعم جيد الآن جيد يعني 30 مع هذه الصورة التي عندي جيدة يعني متناسبة أو مناسبة بعد ذلك طبعاً قمنا باختيار قمنا باختيار البروش ثم اخترنا الزيز والنوع الآن ماذا سوف أفعل؟ سوف أقوم بوضع نقطة قم بوضع نقطة بهذا الشكل حاول أن تضغط مرة واحدة على الماوس مرة واحدة حاول أن تضغط مرة واحدة ثم بعد ذلك سوف أحاول تكبير الصورة لكي تتضح لكم أحسن ثم نأتي إلى هذا الأوبشن الخاصة بالتكست ثم نقوم بوضع تكست طبعاً أين؟ سوف نقوم بوضع تكست يعني هنا فوقه مباشرة يعني في أي مكان ليس شرط فوقه ثم توطيه رقم واحد ثم تضغط على كونترول اي ثم تقوم بعمل إضافة يعني تكبير يعني size قم بتكبيره إلى غاية حتى يتناسب حتى تصبح النقطة والحرف يعني مناسبتان الآن سوف أضغط كونترول اي مرة أخرى وأقوم بتكبيره أكثر دعوني أوصله إلى الثمانون الثمانون هكذا جيد حسناً هكذا جيد تمام سوف طبعاً أقوم بإمساكه وإفلاته فوق النقطة بالضبط حاولي أن أجعلها فوقها بالضبط بهذا الشكل بعد ذلك أأتي إلى الباكراوند ثم أضغط على New Layer هكذا ثم أمسك هذا اللاير وأضعها تحت يعني الـــــ... ثم بعد ذلك أقوم بأخذ هذه الممحات هناك ممحات هذه أقوم بأخذها طبعاً تسمى herself ثم طبعاً أقوم فقط بتأكد أنني ضغطت عليها بشكل جيد هكذا ثم بعد ذلك أضغط على هذا الخيار وأقوم بتكبيري قليلا حتى تتناسب مع الشكل الذي أريد بالضبط ثم أتركه بعد ذلك أأتي إلى layers ثم أقوم بعمل select للرقم الذي هو طبعا رقم واحد وكذلك إلى النقطة كيف نقوم بعمل select نضغط على shift مطولا دعوني أتأكد نعم shift ونضغط على shift والرقم نقوم بعمل select لهذان العنصران الاثنان ثم بعد ذلك نضغط على ctrl c و ctrl v طبعا هنا يقول لك هل تسمح لي بعمل يعني ال copy تقول له arrow يعني أتركه طبعا للتحكم سوف نقوم بالضغط على هذا الخيار هنا في الأعلى يعني أحركه وأرى الآن نلاحظ تم ممكن تحركه بكل بسط إذن الآن ماذا سوف أفعل سوف أمسكه وأفلت في كل مرحلة مثلا هنا نقطة أقوم بإفلاته أقوم بعمل duplicate مرة أخرى عندما تلقي ctrl c ctrl v ctrl c ctrl v ثم أقوم بإمساكه وإفلاته هذه المرة فوقه ولكن تأكد أنك قمت بعمل ctrl c ctrl v للعنصران الاثنان معا ليس واحد فقط إذن للعودة إلى الوراء نضغط على ctrl z هكذا إذن فقط إمساك وإفلات مع هذا الخط بالضبط يعني يجب أن تكون مشترسلة مع هذا الخط طبعا ينكمزانك يعني الفراغ ما بين النقطة والنقطة يعني ليس بالضرور أن يكون مضبوط إذن هنا إذا لاحظت فبعضها يعني بعض اللايرز فيها كوبي وبعض اللايرز ليس فيها كوبي إذن أنت عندما تقوم بعمل ctrl c ctrl v إعمالها على تلك اللايرز التي ليس فيها كوبي يعني هذه إنه واحد ثم كما اتفقنا نضغط على shift مطولا ثم نختار اللاير يعني كلاهما يعني select to element بهذا الشكل ثم ctrl c ctrl v ثم إمساك عفوا هنا لم أقوم بعمل آ نعم إذن إمساك وإفلات بالضبط بهذه الطريقة إذن نفس الشيء نقوم بعمل select للعنصران الاثنان ترجمة نانسي قنقر حسنا الآن قمنا بالانتهاء ماذا سوف نفعل بعد ذلك طبعا هذا سوف نقوم بحث فيه لم يعد لدينا فيه غرض إذن delete ثم delete إذن ماذا سوف نفعل عندنا عدة خيارات صراحة عندنا أكثر من خيار إما نتركه الخط لاحظ ركز يعني هنا كل شخص له طريقته في الافتغال على هذا النوع يعني إما نترك هذا الخط يعني نتركه يعني 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 ليس واضح يعني نتركه كيف أقوله يعني باهت نتركه باهت هذا الخيار الأول أو نقوم بحث فيه بشكل مطلق كما نشاء طبعا إذا أردنا نتركه باهت نتركه إلى الميوحات كما اتفقنا إكراس تول ثم طبعا نضغط على هذا الخيار ونقوم بتقليل من الأوباسيتي يعني تقليل من الأوباسيتي من هذا المكان اللي نجعلها مثلا فقط 20 نجرب مثلا فقط 25 ثم نقوم بهكذا ولكن قبل ذلك عفوا قبل ذلك لابد من اختيار من اللاير الشيء الذي سوف نقوم بعمله يعني delete طبعا هو الـ background نقوم بتحديد أولا الـ background ثم نبدأ بعمل التول هي ليست الـ background صراحة إذن سوف نقوم بالبحث لا هي الـ background اشتركوا في الـ background ثم بعد ذلك نوعيد العين في هذا الشكل نتجه إلى الأدات الخاصة بالممحات طبعاً نقوم بضبطها على حسب الشكل الذي عندنا مثلاً بهذا الشكل كما قلت على حسب الأوباسيتي إما نقوم بمسح الخط كاملاً أو ببساطة نتركه شفاف أو نتركه باهد دعونا نجرب النوع الأول ثم بعد ذلك نرى النوع الثاني إذن لاحظوا ما الذي سوف يحدث إذن كما تلاحظون تم الآن أصبح الخط باهتاً يمكن جعله كذا بشكل باهت يعني هذا الخيار الأول أو يمكن حتفه يعني أصلاً يمكن حتفه حتى لا يظهر وهذا الذي أنصح به صراحة من الأفضل هكذا أفضل فقط قوموا بتصغير يعني البروش قدر المستطاع لكي لا تقوموا بحذف العناصر التي نرغب بالاحتفاظ بها أو يعني هناك أكثر من الخيار صراحةً يمكن عمل سيلكت لكن هذا سوف يأخذ نوعاً ما بعض الوقت فبالتالي نبقى مع الطريقة الأسهل أحسن أنا سوف أتمم العملية وأعود لكم من جديد إذن هذه النتيجة كما تلاحظون الآن تبقى فقط الترقيم الترقيم بسيط جداً يعني نأتي إلى المكان الأول بذلك الشكل سوف نرى من أين سوف نبدأ غالباً سوف نبدأ من هنا إذن سوف نصعد إلى الأعلى طبعاً من أين سوف نبدأ من هنا إذن نوطيه رقم واحد هنا سوف نوطيه رقم اثنان هنا رقم ثلاثة لماذا هو الأوباسيتي ملخفض لا أدري آه نعم بسبب هذا الخيار هنا هنا رقم أربعة رقم ثلاثة لماذا لا يظهر سوف نقوم إذن بالتأديل عليه هكذا هنا رقم خمسة طبعاً هذه النتيجة نيائية أنا قمت بتصغير الأرقام قليلاً لأنه لكي تتناسب طبعاً الآن ربما قد فهمتم الفكرة الفكرة ليس أن نقوم بعمل تراسينج للشكل كاملاً لا فقط جزء منه فقط جزء يعني طرف منه لأن في النهاية الغرض من هذا التمرين أو من هذا الورك يعني الوركشيت أن الطفل سوف يقوم بعمل تراسينج هذا أولاً ولكن ثانياً سوف يقوم بعمل تلوين هذا هو الأهم هذا كل ما في الأمر أعتقد أن الفكرة جد واضحة وجد بسيطة طبعاً لحفظ الصورة أمر ساد جداً فايل ثم تذلك سيف عندنا أكثر من صيغة طبعاً نضغط على إكسبور أعز ثم نقوم باختيار PNG ونقوم بزيادة الكواليتي الخاصة بها عن طريق أدوات الوبسكيلينج الموجودة فور فري هذا كل ما في الأمر أمر بسيط كما تلاحظون ربما الآن قد تقولون أو قد يقول لقائل أمر يعني أخذ وقتي أخذ جهد أقول لك أنك لم تجرب كتابة كتاب إلكتروني لكي تتعرف بالضبط ما معنى الجهد والمبذول لأن هذا الأمر بالنسبة لي حتى لو كان سوف يكلف بعض الدقائق ولكنه لا شيء مقارنة مع القيمة التي سوف تجنية تخيل هذا كتاب لو بيع لو صاعدتنا تخيل يعني لو بيع لو يعني لو ذهبت أمور بشكل جيد على ونساوي المبيعات تخيل الأمر يعني ما علاقتها لا جهد لا جهد موجود صراحة الأمر سهل بسيط جدا هذا كل ما في الأمر إذن مراحلات التي ربما قد أعطيكم إياها مثلا هنا نقوم لو كنت قمت بتصغير ذي النقاط كان سوف يكون للشكل أفضل لكنه يفي بالغرض هذا كل ما في الأمر شكرا جزيلا لكم الحسن المتابعة التاليقة مفتوحة لجبال سيرتكم لا تنسوا زيارة الموقع الإلكتروني في كل يوم أضع لكم في أشياء جديدة ويمكنكم الاستفادة منها أتمنى لكم جميع التوفيق والنجاح وإلى حلقة قادمة إن شاء الله